ربما أن اليمنيين يتجاهلون ظاهرة الاختطاف لأن البلد بكله مختطف محمد العبسي مات مسموما هكذا جاء الخبر معلنا انتهاء الفصل الأكثر وجعا وترقبا لدى أسرة الصحفي محمد عبد العبسي والمهتمين بالقضية البيان الصدر عن فريق متابعة وفاة الصحفي العبسي الذي أعلن رسميا عقب إجراءة تشريح الجثة وفحص العينات أظهر أن طبيعة الوفاة كانت بسبب التسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون حيث وجدت مادة الكاربوسي هيموغلوبين في الدم بنسبة تشبع 65% وهي نسبة قاتلة بحسب التقرير قدم التقرير إجابة أكثر حيرة من السؤال ذاته فالموت بفعل تأثير الغاز يفتح مساحة جديدة من الملابسات والتكهنات والخطوات حول طبيعة الجريمة والأراء المتضاربة حول المادة القاتلة وطبيعتها فمن أين وكيف وصل هذا الغاز إلى جسد محمد وبعدها كيف تم تشريح الجثة وماذا بعد هذا التقرير محمد العبسي مات مسموما هذا هو الجديد في قضية الصحف التي أثارت وفاته جدلا واسعا يبدأ من لحظة وفاته ويمتد إلى تاريخ من اغتيال الحقيقة ودفنها يوما ما كان هذا الصحفي الشاب ينقب في ملفات النفط الفاسدة ويلوح بيديه وفي ملامح وجهه شيء من المثابرة والحيوية فهل ذهب محمد في سبيل الحقيقة وفي بلد الحقائق الغائبة لم يكن العبسي أول الصحفيين الذين لفظوا أنفاسهم في سبيل حرية التعبير ومعرفة الحقيقة فمنهم من نجا من الموت بأعجوبة ومنهم من مات في ظروف غامضة ومن بين تلك الأسماء صاحب عبارة الديمقراطية كلمة مرة الصحفي عبد الحبيب سالم ورفيقه عبدالله سعد الذي توفي في ظروف غامضة أيضا وغيرهم الكثير